غني عن البيان أن الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت ملف الشباب والرياضة اهتماما بالغا فكانت البنية التحتية والمنشآت الرياضية خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة مثار فخر وتقدير وباتت جاهزة لاستقبال البطولات الدولية والأولمبية بشكل يضاهي أكثر دول العالم تفوقا في هذا المجال أدعو الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتفضل بإلقاء كلمته بسم الله الرحمن الرحيم كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين الحضور الكريم مع وجود معالي الوزراء الوزير الأسبك كابتن طهرة بوزيد وزير رياضة الأسبك وزير أسبك علي تور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبك معالي الوزيرة الأسبك داليا دكتورة داليا خرشيد وزيرة الاستثمار طالما كنا وموجودون في هذا المكان لابد أن نذكره باستمرار معالي الوزير رحمة الله عليه العمري فاروق الحقيقة دايما لما بنكون موجودين في مناسبات متعددة مع النادي الأهلي بيكون في حدث جديد حدث تنموي حدث بيرتبط برؤيتنا رؤية الدولة المصرية ورؤيتنا في دعم الأندية علشان تكون مؤسسات لها فكر خدمي وفكر استثماري يمكن المكان هنا وأنا مساعد وزير جيت في الافتتاح المبدائي اللي فيه وكان ليا حظ أن أضع حجر الأساس للنادي الأهلي في التجمع ثم حضور الافتتاح كان ليا أيضا حظ أن أنا أكون فيه افتتاحات للنادي الأهلي في مدينة الأقصر وهكذا تستمر الإنجازات ويستمر التطوير إلى أن أتينا إلى هذا المكان في هذه المحط الحقيقة الدولة المصرية بتولي اهتمام كبير جدا بنوع من أنواع الاستثمار في الرياضة استثمار اقتصادي خدمي له مستهدفات وبالتالي فكرنا كويس جدا أن إحنا إزاي نمد دعم برؤية التفكير ودايما بنقول الفكر بيعمل منتج بيعمل استثمار بيعمل يعني عوائد ومصر هي بلد الفكر اللي ممكن تعمل كل ده عشان كده في الرياضة المصرية يمكن بدعم كبير جدا من القيادة السياسية بالاهتمام الكبير بهذا الملف على المستوى الشبابي والمستوى الرياضي أثرنا أن يكون هناك تبادل من المنافع ما بين القطاع الخاص والقطاعات الأهلية والقطاع الحكومي وبالتالي يمكن الوزارة كجزء من العمل والقطاع الحكومي في المجال الرياضي في ست سنوات يمكن استثمارات بلغت حكومية 30 مليار جنيه منها 11 مليار جنيه دخول القطاع الخاص مع المتشآت الشبابية أو الرياضية جزء منها تقريبا 7 مليار دخول القطاع الخاص مع الأندية وتقريبا أقل من 4 مليار دخول القطاع الخاص بنظم اقتصادية مختلفة في مراكز الشباب لكن بنطلق العنان المدروس للمؤسسات والأندية من خلال ما أتيح في قانون الرياضة الحالي أننا ندعم فكرة الشركات وبالتالي بناء على طلب نادي الأهلي يمكن دعمنا وسرعنا إنشاء شركة الأهلي لكرة القدم شركة الأهلي للإنشاءات الرياضية شركة الأهلي للخدمات الرياضية ولينا رؤية أننا نسهل بالرغم من القانون الحالي بيدي بعض المقاومات الرقبية للجهة الإدارية المركزية الوزارة لشركات الخدمات الرياضية لكن أطلقنا معيار التسيير والتسهيل في الفريم القانوني علشان ندفع بالقطاعات والأندية مؤسساتنا اللي يعني بنتبهى بيها وبالتالي يمكن قولنا كمان نفكر إن إحنا نزيد الطلاقة في تعديل قانون الرياضة وإحنا يعني ماشيين فيه في مراحل نهائية وبمتها الجدية علشان نزيد طلاقة الأندية إن هي كمان تقدر تعمل موارد تقدر تزيد من قدراتها علشان ده في الآخر بيزيد التنافسية تنافسية مش بنبصلها على المستوى المحلي والداخلي لكن التنافسية إحنا يعني بنبصلها على مستويات مختلفة سيما إن الأندية الرضاية في مصر شكلها ومضمونها وتوصفها وموضوعها مش موجودة في مكان تاني سواء بمعامل إشهارها أو بتركبتها الاجتماعية لمستهدفتها اللي أن ده هي هيئات خاصة ذاتها نفع عام يعني هي مال عام لكن هي في تكوينها لها شكل ومضمون فاهمينه جدا لكن بندعمه ونكبره لأن يعني نشاط الرياضي فيه بيمثل جزء مهم جدا وقاعد المعظم المنتخبات الجزء المجتمعي والاجتماعي والتفقيفي صفة في الأندية الرياضية والاجتماعية المصرية مع تعدد طبقاتها وتعدد شكلها لكن لها صفات مختلفة الأندية في مصر ما بتخصش شكل الأندية التخصصية إلا مناظر لكن الأندية الخاصة اللي بنطلقها مع قطاع الخاص الحية بنطلق شوية لها العنان لكن الأندية العامة ومنها طبعا الصبق والإبداع والحراك اللي موجود في نادي الأهلي اللي احنا النهاردة بصدده شيء مهم جدا أن يكون فيه سعة إنشاء ومتطلبات بتاخد الاتنين الجانب المرتبط بمستلزمات رؤية النادي الأهلي وهنقول ما يرتبط بكرة القدم كأحد القطبين الكبيرين حية اللي فرح مصر وفرحنا بشكل كبير جدا بالفوز بطولة الأبطال الأفريقية وكانت حاجة مهمة جدا وقبلها يعني في نفس الأسبوع فرحنا بفوز نادي الزمالك ثم ننتظر إن شاء الله فوز منتخب مصر لكن بنقول المعايير كتيرة جدا علشان ننطلق وعلشان التفرق كبيرة في المنشآت الحقيقة الكبيرة وبعني الكبيرة اللي أطلقها فخامة الرئيس سواء المدينة العالمية المصرية الأولمبية خمسة مليون متر مربع هي فيها كل رؤى النشاط الرياضي الاتحادات الرياضية مدينة جاهزة لكن إحنا بنعمل لها بدن كبير لشركات عالمية علشان تدرها أو غيرها من التطوير في المؤسسات والمتشعات لكن النهاردة أنا ببارك وبشدة لهذا الحدث اللي أكيد هنعرف تفصيلاته ودايما بيكون في السبورت بيزنس أو لما بنعمل فكرة بيكون في الخريطة الفكرية هي أنا عارف أن الخريطة الفكرية أخذت أشكال كتير أو بنسميها Thinking Design أخذت أشكال كتير علشان الجزء القانوني اللي جالتي بتاع الموضوع والجزء فيه Support وإزاي أن نعمل طريقة التمويل وإزاي كمان يكون فيه حاجة أساسية سواء لإستاد ومنشآت المختلفة على مستوى التعليمي أو المستوى التطبيع الرياضي لعمل Selfie Fundraising للتكاليف على مدى زمني أكيد فيه Business Plan يعني كويس جدا من خلال الخبراء الموجودين وبالتالي ده لن يتأتى إلا بالدفع والدعم له يعني هذا الشكل عشان نقول أن إحنا في تنافسيتنا الحقيقة وصلنا لمرحلة كبيرة جدا وشوفنا ونشوف النهاردة هذا الموضوع وهذه المرحلة ونبارك ونؤيد وندعم هذا التطوير كل شكر والتقدير وبالتوفيق والسلام عليكم وعليكم وعليكم وعليكم